اهلا ومرحبا بكم في قناتكم معلومة صح تعتبر البقع الحمراء من الاعراض المرضية التي تصيب الجلد كالاصابة بالعدوى البكتيرية والالتهابات او الحساسية فمن الممكن ان تكون هذه البقع حميدة او ضرة وقد تدل على الاصابة بمرض سرطان الدم في حال ظهورها بشكل مفاجئ على الجلد ولفترة طويلة تختلف البقع الحمراء على الجلد في الشكل والحجم واللون فقد تظهر بحجم كبير او صغير وبعضها قد يكون مؤلما وتختلف ايضا في تسطحها على الجلد وتجب مراجعة الطبيب بشكل فوري عند ملاحظة ظهورها لفترة تزيد عن ثلاثة ايام او عند عدم القدرة على التنفس او وجود تشنج في الرقبة وظهور دم مع البراز وتورم اللسان وسنتعرف الان عن اسباب وجود بقع الحمراء على الجلد الاورام الوعائية او ظهور الشامات وهي حالة مرضية تصيب كبار السن بسبب تمزق الاوعية الدموية ولم يكتشف العلماء والباحثون السبب في تمزق الاوعية ولكنهم يعتقدون ان السبب قد يكون جينيا وقد تظهر هذه الحالة في اثناء فترة الحمل او عند التعرض لبعض المواد الكيميائية ومن الاسباب ايضا الحق الشديد عند حق الجلد بشكل شديد يتسبب ذلك بحمرار الجلد وظهور بعض البقع الحمراء نتيجة تلف بعض الشعيرات الدموية ونزيفها تحت الجلد كما ان سببا اخر هو لدغ الحشرات تسبب لدغة بعض الحشرات ظهور طفح جلدي احمر اللون بمكان اللدغة كلدغة البعوض والحمة الروماتيزمية ايضا عادة ما يصيب هذا النوع من الحمى الاطفال الذين يقل عمرهم عن خمس عشرة سنة فتظهر بعض البقع الحمراء على الجلد ويعد سبب الاصابة بهذه الحمى هو تعرض الجسم لنوع من انواع البكتيريا العنقودية التهاب الاوعية الدموية التحسسي وهو نوع من الالتهابات الحادة التي تؤثر على الجهازين الهضم والعصب والرئتين والقلب والكلة ومن اعراضه ظهور بقع حمراء على الجلد وتسبب بعض الالم والحكة علاج البقع الحمراء على الجلد لا بد من معرفة السبب الحقيقي وراء ظهور البقع الحمراء للتمكن من علاجها فاذا كان السبب مرضيا يجب مراجعة الطبيب المختص بالسرعة القصوى لوصف الادوية المناسبة التي ستأخذ عن طريق الفم او من الممكن وصف كريمات موضعية تساعد على التخلص من هذه البقع او علاجها باستخدام الحقن انتهى الفيديو نرجو ان تكونوا قد استفدتم لا تنسوا الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو وشاركونا بالتعليقات ترجمة نانسي قنقر